موسيقى بتوجهات من الرئيس السيسي تسير جسر برين من المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء في السودان اكتباع الحوار الوطني العرقي يقرر تشكيل فريق فني يستهدف الوصول إلى انتخابات مبكرة ليز تراس تفوز بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيتش ناشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري اهلا بكم موسيقى موسيقى اوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كل سبول الدعم الممكنة للشعب السوداني الشقيق في ظل تداعيات أزمة السيول التي اكتحت عددا من المناطق في جمهوريات السودان وفي ضوء ما سبق قامت جهزة الدولة المصرية بتسيير جسر بري يحتوي على مواد غذائية وأدوية ومساعدة إنسانية وطبية بإجمالية 90 شاحنة نقل للأشقاء في جمهورية السودان ضمن جسر بري متوصل مع جمهورية السودان الشقيق جاء تسيير الجسر البري بتوجهة من سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للمساهمة في تخفيف الأباء عن كهل الأشقاء وتأكيدا على عمق العلاقات المصرية السودانية المتميزة التي تحظى بكل تقدير والاحترام لكل من الجانبين شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم تكريم اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المحاققين لإنجازات رياضية على المستوى المحلي والدولي لجهاز الرياضة للقوات المسلحة ووائل الدوري الرياضي للقوات المسلحة للعام التدريبي 2021-2022 وأكد وزير الدفاع أن القوات المسلحة تسعى دائما لإنشاء منظومة رياضية متكاملة لتأهيل البرام الرياضية من خلال المدارس العسكرية الرياضية شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية مراسم تكريم اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المحاققين لإنجازات رياضية على المستوى المحلي والدولي لجهاز الرياضة للقوات المسلحة وأوائل الدور الرياضي للقوات المسلحة للعام التدريبي 2021-2022 وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية والنقاد والرياضيين ونجوم الرياضة والإعلام بدأت مراسم الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي من إعداد إدارة الشؤون المعنوية تناول نشأة وتاريخ جهاز الرياضة للقوات المسلحة مروراً بالإنجازات التي حققها أبطاله ومساهمتهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية ورفعة راية الوطن وألقى اللواء أركان حرب حسام خدر رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة كلمة أكد خلالها أن ما حققه لعب جهاز الرياضة للقوات المسلحة من إنجازات مشرفة لمصر يأتي نتيجة للدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بالمنظومة الرياضية والاهتمام ببناء قاعدة من الأبطال الرياضيين وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية والأبطال الرياضيين الحاصلين على الميداليات بدورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر وهران 2022 ولعبي ولعبات أندية المؤسسات العسكرية ونادي طلائع الجيش المشاركين في مختلف البطولات الدولية والإفريقية والعربية والدور الرياضي للقوات المسلحة للعام التدريبي 2021-2022 ونقل الفريق أول محمد زكي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للأبطال الرياضيين وللأجهزة الرياضية والإدارية مؤكداً اعتزازه بأبناء هذا الجيل من العسكريين وما حققوه من إنجازات رياضية عالمية وإفريقية وعربية أكدت قدرة المصريين على تخطي الصعاب مشيراً إلى أن الشباب هم مستقبل الأمة وحاضرها المجيد بما يمتلكونه من مواهب وطاقات متجددة وأكد القائد العام للقوات المسلحة على أن الرياضة تعد من أفضل القيم الإنسانية التي تهذب النفوس وترتقي بالأخلاق وتحقق التقارب بين الأمم والحضارات وأنها تجسيد حقيقي للعزيمة والإصرار والإرادة القوية وأن القوات المسلحة تسعى دائماً لإنشاء منظومة رياضية متكاملة داخل القوات المسلحة لتأهيل البراعم الرياضية من خلال المدارس العسكرية الرياضية فضلاً عن التعاون المستمر مع وزارة الشباب والرياضة وغيرها من الصروح الرياضية نظامات القوات المسلحة زيارة الوفد من متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة إلى مقر الكلية الحربية بدأت الزيارة بعرض فيلم تقديمي عن الكلية الحربية تناول نشأة الكلية الحربية وتطورها عبر مختلف العصور أقبه عرض عسكري أظهر مدى الانضباط الذي يتمتع به طلبة الكلية والقل وأشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانات لتطوير نظم الإعداد والتأهيل لبناء أجيال متعاقبة مسلحين بالعلم والمعرفة في كافة المجالات العسكرية والمدنية وقام الوفد بزيارة تمتحف الكليات الحربية ومرافق الكلية وعدد من البرامج التدريبية للطلاب في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الأداء لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروع التدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظات البحر الأحمر البحيرة الإسكندرية بكافة أجهزتهم التنفيذية بدأ التدريب بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الأبرار أعقبه عرض تقارير مدري الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للوقوف على مادة جاهزيتهم واستعدادهم بما لديهم من إمكانيات لمجابهة المواقف الطارئة كما تم المرور على استفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظات ومعسكر إيواء عاجل ومستشفى العزل الميداني للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار استلعى الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمية حيث تمكنت الوزر خلال 24 ساعة من ضبط 418 قضية تمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 122 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 26 طن كما تم ضبط قرابة 96 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي لاستلع الغذائية وغير الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 719 قضية من بينها 61 قضية خبز ناقص للوزن و78 قضية خبز غير مطابق للمواصفات تتواصل فعالية المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بجميع أنحاء الجمهورية بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد لتوفير مستلزمات المدارس وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري عبدالله بركات تحياتي لك ياسر وتحياتي لهبة ولكل الزملاء في الستوديو نحن الآن في إحدى الخيمات التابعة لمبادرة كلنا واحد والتي أطلقتها وزارة الداخلية في مرحلتها الثالثة والعشرين برعاية الرئيس الجمهورية وتهدف إلى توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى سلسين بئة المئة بل وتتعدى السلسين بئة المئة في بعض السلاسل التجارية وأيضا في بعض المكتبات الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هي تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية مع بداية عام دراسي جديد نعرف أن المدارس ستبدأ يوم واحد من الشهر القادم من المواطنين على شراء المستلزمات المدرسية بمختلف أنواعها سواء الكتب سواء الأوراق وغيرها من المستلزمات المدرسية أحزية وكذلك حقائب مدرسية وبالتالي في هذا التوقيت بيئة الزاد يكون الإقبال كبير من المواطنين على شراء هذه المستلزمات قامت وزارة الداخلية بالتنصيق مع أصحاب السلاسل التجارية الكبرى وكبرى المكتبات وكذلك مع المنافذ المختلفة وكبار التجار لتوفير هذه المستلزمات بتلك الأسعار المخفضة هناك حوالي 714 منفذ على مستوى الجمهورية تتوفر في هذه المستلزمات المدرسية إضافة إلى ست سرادقات موجودة وكذلك حوالي 17 منفذ فرعي موجود بالشوارع والميدين الرئيسية تتوفر في هذه المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة المعلن عن هذه الأماكن جميعها موضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت ليتمكن المواطنين من الوصول إليها في سهولة ويوصل نحن موجودين في إحدى هذه المنافذ التي أقامتها وزارة الداخلية بالتنصيق مع كبار التجار والتي وفرت فيها المستلزمات المدرسية وموجودة بشارع جسر السويس في منطقة حيوية تهدف إلى توفير كافة الاحتياجات المواطنية ليست فقط المستلزمات المدرسية وإنما وزارة الداخلية حرصت أيضا على توفير السلع الغذائية من خلال مبادرة كلنا واحد والمستمرة منذ قبل شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى 60 بألمية هذه الخيمة بتضم سواء مستلزمات مدرسية سلع غذائية سجاد وغيرها من المستلزمات التي تهدف إلى التخفيف عن كهل الأسر المصرية إضافة أيضا إلى منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية بتقوم أيضا بتوفير كافة احتياجات المواطنين من سلع غذائية وغير غذائية من خلال 1026 منفذ لها موجودة على مستوى الجمهورية سواء سابت أو متحارك متحارك تتوفر في هذه السلع بتخفضات كبيرة حتى نهاية العام الجاري كل هذه الأمور في إطار الدور الإنساني والاجتماعي الذي تقوم به وزارة الداخلية معنا الأستاذ عمر خلب أحد من نظمين معارض كلنا واحد بوزارة الداخلية كلمنا عن المشاركة وأهمية أننا أخاف في الأعباء عن كهل الأسر المصرية أهلا بك عز عبد الله وأهلا بمشاهدين التلفزيون المصري الحمد لله إحنا في المرحلة التوليات والعشرين لمبادرة كلنا واحد السنة دي الخمسة اللي بتنظمها وزارة الداخلية وزارة الداخلية عتادت والموردين سنة الخمسة على مستوى المستلزمات المدرسية آه على المستلزمات المدرسية وزارة الداخلية من خلال قطاع الأمن الاقتصادي الوزارة الداخلية حريصة كل الحرس اللي هي تقيم المعارض دي سنويا طبعا إحنا موجودين في الشارع زي ما ذكرت حدك من شوية من 15-13 مرحلة 22 لحد وقتنا هذا موجودين في الشوارع العامة موجودين في المعارض المصار اللي احنا موجودين ده فأحد مصار مبادرة كلنا واحد وهي المعارض الخارجية انا دايما بنستهدف الأماكن الأكثر ازدحامة الأماكن الأكثر كسافة الأماكن الأكثر احتياجة احنا موجودين في معرض النهارضة بسوحته حوالي 1200 متر بيدم أدوات مدرسية بيدم أدوات منزلية بيدم سلع غزائية استراتيجية سكر وزيت وقرز بنفس الأسعار اللي كانت موجودة قبل كده بنحاول الحمد لله نحفظ على تتسابات سعر المنتجات في السوق من خلال المبادرة هنا بنقدم برضو التشيرتات المدرسية لسعر قريب جدا من سعر السنة اللي فاتت تشيرت ب65 جنيه والكراسة بتبدأ ب2 جنيه ونص يعني برضو ده أسعار المواطن لما دخل المبادرة ولقى الحاجات دي متوفرة ولقى الكم الكبير جدا معروض فأصبح عند المواطن اطمأنينة ليه لأن حدك شاف كمية كبيرة من المعروض ودي كتصراحة أحد توجيهات السيد الرئيس أن احنا ضرورة نبقى موجودين مع المواطن ضرورة نبقى قاربين جدا من مواطن ضرورة نحنا نلبي احتياجاته اليومية من مستلزمات معاشية وأهمها طبعا المرحلة اللي احنا موجودين فيها المرحلة الدسية طبعا مصر والعالم كله بيشهد أزمات اقتصادية كبيرة جدا فمن خلال المبادرة احنا بنحاول نساعد المواطنين نحنا نوفر لهم منتجاتهم بنفس الجودة العالية وبنفس الأسعار المخفضة ونفس الحاجة اللي احتاجها المواطن المصري في المستلزمات المعاشية اليومية للبيت فاحنا هنا في خلال معرض المبادرة المعرض بيدم جميع السلع اللي احتاجها المواطن أدوات مدرسية سلع غزائية أدوات منزلية كل شي يحتاجه المواطن الحمد للن احنا بدأنا واحدة التسعة ومستمرين لحد بعد عشرة بالإضافة إلى مرحلة 22 اللي هي ممكن تنتهي نهاية السنة اللي هي السلع الغزائية الرئيسية بتضم 1200 منفذ خاصة بالمبادرة المرحلة دي بتضم 837 منفذ على مستوى الجمهورية منهم 6 معرض رئيسية 11 مرعة فرعي بيغطوا جميع الحق الجمهورية بالإضافة إلى المعرض اللي بتنظمها برضو مديرات الأمن على مستوى الجمهورية الحمد لله احنا يعني المواطن دخل ولقى المنتج موجود الجودة عالية في نفس الوقت لقى المعرض كبير جدا ولقى الأسعار مخفضة فإحنا إن شاء الله موجودين مع المواطن بنقول له طمئين ما فيه زيادة في الأسعار وبرضو بنعمل إحداث توازن محلي وإحداث توازن على الأسعار الدولة كلها الأسعار من خلال مبادرة كلنا واحدة بتنظمها وزارة الدخلية شكرا يا عمري يمكن هذه أبرز النقاط التي تتعلق بمبادرة كلنا واحد وتتعلق بالتخفضات الكبيرة التي أتحتها المبادرة سواء على السرع الغذائية وغير الغذائية وأيضا على المستلزمات المدرسية بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد شكرا جزيلا لك عبدالله بركات مراسل التلفزيون المصري وما زلنا مع مبادرة كلنا واحد هذه المرة تنظم إلينا سالي سالم مراسلة التلفزيون المصري من إحدى نقاط المبادرة برامسيس سالي ضعيني في أسورة لديك ومدى الإقبال على المنفذ نعم تحياتي لك هيبة ولمشاهدين الكرام بالفعل نتواجد في إحدى المنافذ وأحد المنافذ الخاصة بمبادرة كلنا واحد في منطقة رامسيس بجوار مسجد الفتح وهي بالطبع منطقة حيوية هذه المنطقة وهذه المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك لتخفيف عن كاهل المواطنين مع قرب بدء العام الدراسي الجديد لو تحدثنا عن هذه المنطقة تحديداً وهذا المكان فيوجد إقبال كثيف من المواطنين في اليوم الخامس لإطلاق هذه المبادرة والتي أشاد بها المواطنين بالتفاوت في الأسعار ما بين هنا وغيرها من الأسواق الخارجية فضلاً عن أيضاً جودة هذه المنتجات المتواجدة هنا لو تحدثنا عن ما هي هذه المنتجات فبالطبع مع بداية العام الدراسي الجديد تحتاج الأسرة المصرية والطالب المصري المستلزمات المدرسية من الحقائب والزية المدرسي وأيضاً الكشكيل وغيرها من المستلزمات المكتبية فضلا أيضاً عن السلع الغذائية ما يتوفر هنا هو هذه المنتجات فضلاً عن الأحزية والحقائب المدرسية وما يتعلق بالمنتجات الأساسية من الزيت والسكر وغيرها التفاوض في الأسعار هو نسب التخفيض التي تطرح وزارة الداخلية هنا بالتعاون والتنصيق مع كافة السلاسل التجارية نسب التخفيض بين 25% إلى 60% نسب التخفيض في هذه النقاط لو تحدثنا عن عدد هذه النقاط فيبلغ العدد المنتشر على مستوى محافظات الجمهورية 814 منفذاً للمنتجات أو المستلزمات الدراسية فضلاً عن أيضاً 6 معارض رئيسية و17 معارضاً متخصصين أو فرعيين في المنتجات الخاصة بالسلع الدراسية أيضاً منتشر بعض الشوادر والمعارض الخاصة بوزارة الداخلية وهي المنتشرة أيضاً على مستوى محافظات الجمهورية ويبلغ عددها 1026 منفذاً وشادراً متحركاً وثابتاً يوفرون السلع الغذائية وكافة المنتجات طوال العام الإشادة من قبل المواطنين هو الأمر اللافت للنظر هنا فيما يتعلق بما هي هذه السلع أيضاً جودة هذه السلع والأسعار المتوفاوتة يعني مستمرة هذه المعارض وهذه المبادرة التي توفر السلع الأساسية والسلع الدراسية لحتى نهاية هذا الشهر تخفيفاً عن كاهل المواطنين أيضاً تتضمن فعليات هذه المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد إهداء 32 ألف حقيبة مدرسية ومستلزمات مدرسية للأسر الأكثر احتياجاً على مستوى محافظات الجمهورية وذلك بالتنصيق مع قطاعات الوزارة ومدريات الأمن في كافة هذه المحافظات أيضاً المواطنين يشيدون بما يتعلق بالدور الاجتماعية التي تقوم به وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بمشاركتها في الفعليات المختلفة سواء الأعياد أو المناسبات الاجتماعية بتوفير كافة المنتجات وذلك في محاربة للغلاء وجشع التجار في الأسواق المختلفة بتوفير مثل هذه السلع هنا في هذه النقطة وغيرها من النقاط كيف يمكن للمواطن أن يتعرف على مكان هذه النقاط بالدخول على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية والتعرف على أقرب منفذ له من المنافذ البالغ عددها 8 و 14 منفذاً على مستوى محافظات الجمهورية يتعرف على أقرب منفذ له ليشتري كل ما يحتاجه من داخل مكان واحد متجمع به كافة المستلزمات سواء المكتبية والدراسية وأيضاً المنتجات الغذائية الكلمة تعود إليك هيبا مرافق نعم أشكرك جزيلاً شكراً سلي سلم مرسلة التلفزيون المصري استضاف مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية وقد اختتم المؤتمر أعماله بعد مناقشات مكثفة بين الأمناء العموم للبرلمانات العربية تبادل خلالها الرؤى والخبرات حول السبل المثلى لدعم البرلمانات من أجل أداء مهامها التشرعية وعلى هامش المؤتمر قام الأمناء العموم للبرلمانات العربية بجولة تفقدية لمجلس الشيوخ المصري حيث استحب المستشار محمود داعتنان الأمناء العام لمجلس الشيوخ الأمناء العامين للبرلمانات العربية بجولة داخل مجلس الشيوخ بدأنا اليوم في اجتماع الجمعية العمومية اليوم الثاني كانت عندنا في اليوم الثاني ورشة باختصاص جمعية الأمناء العامين وطرحنا كل رؤى كل الدول العربية تقريبا تحدثت كل أمين تحدث أمين عام تحدث عن ما يدور عن اختصاصاتهم في دولهم وقدموا لنا أيضا ورقة بجميع ما يرونه من اختصاصات يعني إضافة على ما يتم بالعمل لديهم اختصاصات الأمين العام هو اللي بينفذ رؤية المجلس بما يتمثل فيه من رئيس المجلس وهيئة المكتب واللي بيرسمه السياسة العامة ليه هو اللي بينفذه من خلال القطاعات المختلفة في الأمانة العامة والحقيقة اللي هو بالنسبة لنا في دور المجلس النواب المصري الكفاءة والدقة في أداء العمل لجميع القطاعات الإدارية اللي في الآخر بتنصب فيه مصلحة أداء المجلس لدوره وتحقيق الدور المنطفيه سواء من الناحية في الدور التشريعي والدور الرقابي للمجلس أخذنا جولة تفقدية في قاعة الدستور باعتبارها القاعة التي انعقدت فيها لجنة إعداد الدستور سنة 1923 ثم القاعة الرئيسية وشرحنا لهم أنها أنشأت سنة 1866 ولا زالت إلى الآن تحمل عبق التاريخ باعتبار أن مصر أولى الدول العربية التي أنشأت غرفة برلمانية أول لبنى للبرلمان كانت سنة 1824 أنشأ المجلس العالي ثم 1866 مجلس شورى القوانين ومن بعده شورى القوانين والنواب ثم دستور سنة 1923 أنشأ مجلس النواب ومجلس الشيوخ بدأت الجلسة الخامسة لاجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية لتدريب بمدينة السادس من أكتوبر وقال المنصق العام للحوار الوطني دياء راشوان إنه من المقررية في هذه الجلسة التوافق على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور السلاسة السياسية والاقتصادية والمجتمعية وكذلك اللجان الفرعية الخمسة عشر المنبسقة عنها ومن المقرر أيضاً إعداد الملفات والموضوعات التي ستناقش في الجلسات القادمة للحوار وتحديد الموعد المقررة لها للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من المقر المؤتمر الخاص بالحوار الوطني مراسلة التلفزيون المصرية جرمين إبراهيم جرمين ما أبرز البنود التي تناقش في أروقة الحوار الوطني اليوم نعم ماهبة بعد التحية بالفعل كما ذكرت نتواجد تاخد داخل مقر أكاديمية الوطنية للتدريب والتي سيعقد فيها وبالفعل بدأ منذ الساعة الثانية ظهراً عقد الاجتماع الخامس لمجلس الأمناء الوطني وذلك لاختيار أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكذلك أيضاً الخمسة عشر لجنة المنبثقة عنها أيضاً في خلال اجتماع اليوم سيتم تحديد الملفات والموضوعات التي سيتم تناولها في الاجتماعات الخاصة بهذه اللجنة وتحديد الموعيد المقررة لها إذا تحدثنا عن من سيقوم باختيار المقررين والمقررين المساعدين لهذه اللجانة الفرعية وللمحاور الثلاثة فهم مجلس الأمناء والبالغ عددهم تسعة عشر عضواً هم من سيقومون بالاختيار إلى جانب بالطبع رئيس مجلس الأمناء أيضاً يعني هم أو الأعضاء مجلس الأمناء هم أيضاً من قاموا بتحديد الشكل الذي سيكون عليه الحوار الوطني في الجلسات القادمة فاليوم من المقرر يعني وفقاً لما تم إعلانه أن تكون الجلسة الأخيرة لإعداد الشكل الحوار الوطني على أن تبدأ يعني بعد فترة قليلة سيتم بالطبع إعلان الموعد الخاص بها سيتم يعني بدء بالفعل جلسات الحوار الوطني أيضاً يعني على مدار شهرين تم عقد يعني ما يقارب من أربع جلسات خاصة بالحوار الوطني لتحديد شكل الحوار وأيضاً تحديد الموضوعات التي سيتم تناولها والوصول إلى المحاور الثلاثة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وأيضاً تحديد شكل الخمسة عشر لجنة المنبثقة عنها إذا تحدثنا بالشكل خاص عن عدد هذه اللجان بالتفصيل فهم خمس لجان فرعية للمحور الاجتماعي وستتناول عدد من الموضوعات منها التعليم والصحة والأسرة والزيادة السكانية أيضاً ثلاث لجان فرعية للمحور السياسي منها المحليات وحقوق الإنسان والحريات العامة إلى جانب سبع لجان فرعية للمحور الاقتصادي منها التضخم وغلاء الأسعار والزراعة والصناعة بيأتي اليوم الاجتماع الخامس استكمالاً للاجتماعات السابقة وفي انتظار بعد انتهاء الاجتماع أن يتم الإعلان عن التفاصيل في بيان سيقوم بإصدار مجلس الأمناء أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو نعم أشكرك يا جزيلا شكر جرمين إبراهيم ورسلة التلفزيون المصري من مقر الحوار الوطني رحبت مصر بتعيين عبدالله بتيلي الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعربت مصر عن تمنياتها له بالنجاح في مهمته والتمكن من تحقيق مواجهة التحديات التي تواجهها ليبيا الشقيقة تأسيساً على قرارات مجلس الأمن والمرجعيات الدولية ذات الصلاة هذا وجددت مصر تأكيدها على دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي ليبي ليبي يفضي إلى إنهاء الأزمة السياسية وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدن زمني محدد بما يحفظ لليبيا استقرارها وأمنها ووحدة وسلامة أراضيها أكد وزير الخارجية سمح شكري أهمية جهود تنسيق بين اتفاقات الأمم المتحدة لتغير المناخ ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجية جاء ذلك خلال استقبال شكري لرئيس دورة الخامسة عشر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ألان ريتشيرد حيث استعرض وزير الخارجية خلال اللقاء رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر كوب 27 لتعزيز عمل المناخ الدولي خاصة فيما يتعلق بإجراءات التكسيف والتكيف مع التغيرات المناخية وحج تمويل المناخ وتحويل تعهدات المناخ لواقع ملموس على الأرض أكد وزير الخارجية سمح شكري استمرار دعم مصر لوكالة تاغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأون روا ومتقدمه من خدمات أساسية وضرورية للاجئين الفلسطينيين جاء ذلك خلال لقائه المفاوض العام للوكالة فليب لازاريني حيث استعرض شكري الجهود المصرية المتواصلة لحشد الدعم السياسي والمدي الدولي لها من جانبها أكد المفاوض العام لوكالة تغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أون روا حرصه على التنسيق مع مصر فيما يتعلق بأنشتة الوكالة وسبل تعزيز الدعم الدولي لها استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الوضع العالمي للأمن الغذائي في ضوء الأزمة الأوكرانية وخلال تقرير معلوماتي بعنوان الأمن الغذائي في مصر في ضوء الأزمة الأوكرانية أشار المركز إلى تقدرات برنامج الأغذية العالمية الذي يشير إلى أنه في غضون عامين فقط تضعف عدد الأشخاص حول العالم الذين يعانون من العدام للأمن الغذائي الشديد من 135 مليون شخص قبل جأحة كورونا إلى 276 مليون شخص في بداية عام 2022 كما صلط الضوء على الوضع الرهل لسوق القمح العالمي وفقا لبعنات تقرير وزارة الزراعات الأمريكية والتي كشفت عن بلغ الكمية المنتجة من القمح عالميا نواصل تقديم نشرة الثالثة في العراق اختتمت ثاني جلسات الحوار الوطني العراقي الذي جاء بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلص بيان الحوار الوطني في العراق الأهمية تحمل الجميع المسئولية الوطنية في حفظ الاستقرار ومنع التصعيد والعنف وتبني الحوار الوطني لتوصل إلى حلول مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني بالإضافة إلى تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية لوضع الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني وتقريب وجهة النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة وتحقيق موطة طلباتها بمراجعة قانون الانتخابات وإعادة النظر في المفوضية ترجمة نانسي قنقر من جانبها دعت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط بربار ليف القادة العراقيين لاستثمار الحوار كونه الطريق والمصار الصحيح وأوضحت ليف خلال تصريحات صحفية أن القوهر الأساسي في الديمقراطية هي الشمولية التي تستعب الأصوات المتضادة ولا تتحمل الإقصاء مؤكدة أن الإرادة السياسية بين العراقيين من شأنها تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية الذي يحيى رسول نتائج عمليات الإرادة الصلبة المرحلة السادسة وأوضح رسول أنه خلال عمليات الإرادة الصلبة المرحلة السادسة تمكن المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كاركوك من قتل إرهابيين وتدمير إثني عشر وكرا للإرهابيين في غضون ذلك أعلن مصدر أمني عراقي إصابة عنصرين من قوات الجيش جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالا أكدت رأسة روسية الكريملين أن وقف إمدادات الغاز الروسي نحو ألمانيا عبر خط نارد ستريم ون الاستراتيجي جاء نتيجة العقوبات الغربية وأوضح المتحدث باسم الكريملين ديمتري باسكوف أن التوقف نابع من خطأ ارتكبته الدول الغربية مؤشيرا إلى أن العقوبات تحول دون تأمين صيانة البناء التحتية الغازية إلى ذلك قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنسكي أنه نقش نتائج بعثة الوكالات الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا النووية مع نظره الفرنسي إمانويل ماكرون وأوضح زلنسكي أنه أطلع ماكرون على الوضع في الجبهة ومصار مؤاجهات القوات الروسية مشيرا إلى أنه تم تنسيق المزيد من الدعم الدفاعي من فرنسا كما لفت الرئيس الأوكراني إلى أن الجانبين التبادلاء التقييمات لنتائج بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن أسعار الغاز المرتفعة اليوم هي نتيجة للإجراءات الروسية بإغلاق خط نوردستريم ون لنقل الغاز من جانبها أشارت المفاوضية الأوروبية إلى أنه كان بإمكان روسيا دخل الغاز عبر الأنابيب الأخرى لتعويض توقف نوردستريم واحد لكنها اختارت عكس ذلك ردا على العقوبات الغربية قالت وزيرة أشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسية كاسرين كولونا إن زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا قللت من احتمال تطور الوضع للسيناريو الأسوأ وكالت المسؤولة الفرنسية أنه لا أحد في أوروبا يريد حوادث في منشآت النووية مشيرة إلى أن بلادها تعتبر أنه من المهم الحفظ على حوار متعدد المستويات وأشارت كاثرين كولونا إلى أن المحادثات الهاتفية للرئيس الفرنسي مع نظيره الروسي ثم الرئيس الأوكراني ساعدت على موافقة قادة البلدين على إجراء الزيارة وصل نحو 100 جندي ألماني إلى لتوانيا تنفيذا لتعهدات ألمانيا وتعزيز وجودها على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلنطي في عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ويسعى الأطلنطي لتعزيز توجوده في عدد من الدول الأوروبية وبخاصة دول البلطيق بينما تدور المعارك في أوكرانيا فأوروبا قاطبة في حالة تأهب واستعداد موازنات جديدة للجيوش وإعادة انتشار لقوات حلف شمال الأطلسي وتعزيز للترسانة العسكرية بدول في مرمى روسيا هي الحرب الباردة من جديد ولكنها أكثر ضراوة جنود ألمان يصلون لتوانيا بعد أن تعهدت برلين بتعزيز وجودها على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية القوة الألمانية ستشكل وحدة قيادة للواء جديد قد يصل إلى أربعة آلاف جندي في مدينة كلايبيدا الساحلية بلتوانيا إضافة إلى مجموعة قتالية أخرى تضم نحو ألف وخمسمائة جندي هناك لتوانيا ونظيرتها من دول البلطيق ستونيا ولادفيا على خط المواجهة مع روسيا كونهم دول كانت تابعة سابقا للاتحاد السوفيتي وجميعها الآن أعضاء في الاتحاد الأوروبي لذا يسعى الحلف لدعمها الدائم مع تصاعد تحذيرات بكون إحداها الهدف التالي في حال انتصرت روسيا في أوكرانيا ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا طالبت هذه الدول بالمزيد من قوات حلف شمال الأطلسي وإنشاء الويه لتحل محل الوحدات الحالية المستشار الألماني أولاف شولتس حذر من أن بلاده مستعدة لنشر مزيد من القوات في لتوانيا من أجل تشكيل لواء قتالي قوي يمكنه العمل من أجل الردع والدفاع في آن ضد أي عدوان وعزز الأطلسي جناحه الشرقي في السنوات الأخيرة لا سيما منذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014 وعام 2017 تم نشر أربع مجموعات قتالية متعددة الجنسيات في دول البلطيق الثلاث وبولندا كما قارر الحلف تشكيل أربع مجموعات قتالية جديدة في بلغرية والمغر ورومانيا واسلوفاكيا وقع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا اتفاقا يشمل تقديم مساعدة قدرها 500 مليون يورو ومن المقرر أن تكرس المساعدة لإسكان النازحين وتعليمهم إلى جانب الزراعة وأعلنت هذه المساعدة الجديدة أو أعلنت على هامش اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في بروكسل شارك فيه رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيميال شارك فيه رئيس الوزراء الأوروبي وأوكرانيا في بروكسل تدخم في بريطانيا لها العديد من التدعيات والتي طالت قطاع التعليمي في البلاد حيث تواجه المدارس أزمة بتدفئة خلال الشتاء يأتي ذلك فيما يجب على المدارس أن تمول زيادة رواتب موظفيها بنسبة 5% بسبب تصارع التدخم في مواجهة الارتفاع الشديد في كلفة الطاقة يزداد الوضع صعوبة على المدارس الحكومية البريطانية تسمح بتجنيب التلاميذ البرد الذي قد يضطرهم لارتداء معاطفهم خلال الدروس في الشتاء المقبل وتعاني المملكة المتحدة من تدخم تخطى العشرة في المائة وهو المستوى الأعلى بين دول مجموعة السبع فيما من المتوقع أن يزداد الوضع سوءا في ظل الزيادات المتوقعة في أسعار الطاقة وفي حين تبدو الأسر محمية بصقف سعر تفرضه السلطات العامة سيزيد بنسبة 80% في أكتوبر في الوقت نفسه لا يوجد أي إجراء مشابه يتعلق بالشركات والمؤسسات العامة وبعد عامين تغط خلالها جائحة كورونا على العودة المدرسية بات على مدير المدارس الآن التعامل مع أزمة جديدة في ظل ميزانيات جرى تحديدها قبل الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة ويأتي ذلك فيما يجب على المدارس أن تمول زيادة رواتب موظفيها بالنسبة 5% أعلنت عنها الحكومة هذا الصيف من دون مساهمة إضافية منها أفاد المجلس النرويجي للاجئهناب أن ما يقرب من مليوني شخص تعرض للنزوح في بوركينا فاسو بسبب أسوأ أزمة غذائية تضرب البلاد منذ عقد من الزمن وأضف المجلس النرويجي أن 28 منظمة إغاثة دولية تعمل في البلاد أطلقت تحذيرات بضرورة تقديم زيادة عاجلة في تمويل المساعدة الإنسانية للاستجابة للوضع الحالي كما أشاروا إلى أن معدى من اعدام الأمن الغذائي الشديد قد تضاعف تقريبا مقارنة بالعام الماضي مع وجود أكثر من 600 ألف شخص في مستويات جوع طارئة خلال هذا الموسم أفدت وزارة الدفاع التايوانية أن طائرتين مقاتلتين صينيتين عبرتا الخط الأوسط لمديق تايوان الذي يعمل عادة كحاجز غير رسمي بين الجنبين وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 17 طائرة صينية وأربع سفن صينية تعمل حول تايوان فيما تواصل بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة أعلنت وزارة الدفاع في تايوان بدء مناورات دورية بالذخيرة الحية بهدف اختبار القدرات القتالية لوحدات من جيشها وقال متحدثنا باسم وزارة الدفاع في تايوان أن هذه المناورات التي تعقد كل ثلاثة أشهر سوف تستمر لمدة أسبوع بهدف اختبار القدرات القتالية لمختلف وحدات المشاوى والمدرعات والهجوم بالمروحيات على سلم التصعيد مع الصين بدأت تايوان اليوم مناورات دورية بالذخيرة الحية بهدف اختبار القدرات القتالية لوحدات من جيشها المناورات هي الثانية لتايوان منذ أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيولوسي ثاني أبرز مسؤولة أمريكية البلاد في أغسطس الماضي وهي الزيارة التي أغضبت بكين ودفعتها لإطلاق أهم مناورات عسكرية بتاريخها حول الجزيرة تأتي المناورات بعد يومين من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها واحد وواحد من عشر مليار دولار لتايوان في محاولة لتعزيز دفاعتها وسط تصاعد التوتر مع الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها الصفقة بين واشنطن وتيبيه تشمل ستين صاروخا من طراز هاربون قادرة على إغراق سفن حربية ومئة صاروخ قصير المدى من طراز سيد ويندر قادر على اعتراض صواريخ أو طائرات بدون طيار وعقد صيانة لنظام الرادارات التيوانية الصين تراقب عن كثب المناورات التيوانية إضافة إلى توعودها باتخاذ إجراءات مضادة إذا لم تتخل الولايات المتحدة عن الصفقة الجديدة لبيع أسلحة لتايوان مؤكدة أن بكين ستتخذ بحزم إجراءات مضادة تعتبرها مشروعة وضرورية في ضوء الوضع المستجد فازت ليزا تراس بزعامة حزب المحافظين البريطاني الحاكم بعد حصولها على 57.4% من الأصوات في سباق المنافسة على زعامة الحزب وبذلك تصبح تراس رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة خلفا لبوريس جونسون وتتولى المنصب بعد إجراءات التسليم الرسمية غدا الثلاثاء سوف أحكم أصدقائي بك محافظة وسوف نبرهن وأننا سوف نفي بعيدنا على مر العامين الماضيين سوف يكون هناك خطة جامحة لنمو اقتصادنا وخفض الضرائب وسوف أتعامل مع أزمة الطاقة وفواتير الطاقة وأيضا أتعامل مع المشكلة المتعلقة بإمدادات الطاقة وسوف أعمل على خطة الرعاية الصحية الوطنية ليزا تراس حسمت سباق المنافسة على زعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا بعد منافسة مع وزير الخزانة السابق ريتشي سوناك لتصبح رئيس وزراء البلاد القادمة خلفا لبوري جونسون وترأس تراس وعدت خلال حملاتها الانتخابية بزيادة الانفاق الدفاعي وخفض الضرائب وزيادة إمدادات الطاقة في سن التاسعة لعبت ليزا تراس دور رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارجريت تاتشر في إحدى المسرحيات المدرسية وتذكرت تراس دورها في المسرحية في عام 2018 وقالت إنها انتهت الفرصة وألقت خطابا صادقا في الاجتماع الانتخابي وأشارت إلى أن الأمر انتهى بها إلى عدم الحصول على أي أصوات حتى إنها لم تصوت لنفسها أبصرت ماري إليزابيس تراس النورة في مدينة تكسفورد عام 1975 وانتقلت مع العائلة إلى سكتلندا عندما كانت في الرابعة من عمرها ثم انتقلت فيما بعد إلى مدينة ليدز حيث التحقت بمدرسة ثانوية حكومية في حي روندهاي قبل أن تلتحك تراس بإجامعة تكسفورد حيث درست الفلسفة والسياسة والاقتصاد ثم قررت الانتقال إلى صفوف حزب المحافظين بعد التخرج عملت ليزي تراس محاسبة في شركة شيل النفطية العملاقة وغيرها من الشركات الخاصة وبعد ذلك ترشحت عن حزب المحافظين في الانتخابات العامة لعام 2001 لكنها خسرت الانتخابات في هذا العام وفي 2005 أيضا الطموحات السياسية لدى تراس لم تتراجع فقد تم انتخابها عضوا في مجلس بلدية جرينيتش في لندن عام 2006 ثم وضعها زعيم حزب المحافظين السابق ديفيد كاميرون على قائمة ألف للمرشحين الذين يحظون بأولوية الترشيح في انتخابات عام 2010 وتم اختيارها للترشح عن المقعد الآمن للحزب في جنوب غار بنورفولك الذي فازت به بأكثرية 13 ألف صوت وفي سبتمبر من عام 2012 دخلت الحكومة كنائبة لوزير التعليم ثم أصبحت وزيرة للبيئة في عام 2014 وفي عام 2016 أصبحت ليزي تراس وزيرة العدل في عهد رئيسة الوزراء تريزا مي وانتقلت في العام التالي لشغل منصب نائب وزير الخزانة وبعد أن أصبح بوريس جونسون رئيسا للوزراء في عام 2019 انتقلت تراس إلى منصب وزيرة التجارة الدولية قبل أن تحظى في عام 2021 بالانتقال إلى واحدة من أرفع الوظائف في الحكومة بتوليها منصب وزيرة الخارجية قال وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور عربي أبو زيد بمحافظة سهاج إن المبادرة رأسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري أهدت مدرية التربية والتعليم بسهاج 230 مدرسة سوف يدخلون الخدمة بكامل طاقتهم عن تلاقي العام الدراسي الجديد تخدم المدارس الجديدة أكثر من 150 ألف تلميذ وتلميذ من أطفال القرى الأكثر احتياجا بمختلف مراكز المحافظة وأشار أبو زيد إلى أن المدارس الجديدة تم إنشاؤها وفق الأكواد التعليمية الحديثة بما يتيح عملية تعليم مميزة مع استعاب كل طلاب هذه المدارس محافظة سهاج نالت نصيب الأسد في بناء المدارس الجديدة بأكوادها الجديدة على مستوى محافظة سهاج بما يزيد عن 230 مدرسة إن شاء الله في هذا العام سوف يدخلون الخدمة يخدموا عدد كبير من أبنان طلاب على مستوى المحافظة هذه المدارس متنوعة ما بين مدارس لغات رسمية ما بين مدارس زراعة ما بين مدارس حكومية ابتدائي وعدادي وسنوي شهدت قارية السعادية البحرية بمركز كفر سعد في دميات انتلاق فعليات مبادرة حياة كريمة وتضمنت كذلك مجموعة من الأنشطة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالإضافة إلى تدشين مركز لاكتشاف الموهبين وفي مجالات التمثيل والشعر والموسيقى والعسف والغناء انتهت نشرة الثالثة وإليكم أهم ما جاء فيها بتوجهات من الرئيس السيسي تسيير قسر بري من المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء في السودان اجتماع الحوار الوطني العراقي يقرر تشكيل فريق فنيين يستهدف الوصول إلى انتخابات مبكرة ليستراس تفوز بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية نهاية نشرة الثالثة أتتكم من على شاشة تلفزيون المصري شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله